خرج كاميرا النهار للشارع كالعادة وهذا السؤال اللي ربما يطرحوا أسئلة على ضيفنا لنهار اليوم تابع معنا أسئلة المواطن المسيح ماري كم من النقطة اللي رح تعطيها الإنسان هذا يا في حالة إذا دار حادث ممت ولا حادث لأصابعها مستديمة خاصة أصحاب الشاحينات هذا ولا ليقودوا تحت للكورة تنقذتهم السؤال ديالي يا أخوك تشي هادو يبدأوا نفذ البرمية تحت تنقذ يعني هل هاد القانون سوف يطبق الجميع ألاش هكم ديرونا في البرمية بالتنقذ كي باركنت عندنا برمية نورمال لريتري أن تيك لاباس نعم سيحماني مستديمة أو حادث ممت نعم نعم حنا بصيفة عامة كما قلنا حالة الجنح الجنح وش معنة في حالة يسبب حادث ودار فيه القتل غير عمدي أو الجرحة غير عمدي هي عشر نقاط سواء في حالة سكر أو في غير عدم حالة سكر وقو حادث يجل حالة غير عمدي وقتل غير عمدي عشر نقاط عشر نقاط يعني والعدالة عندها ومبعد تفسعها في العدالة إذا سحبت رخص سياقة نهائية حنا ما لازم نفصله حنا هذا إداريا سحبوله النقاط وبعد العدالة عندها عقوبة تحف سؤال تاني يقول لك شحال من النقطة أو متى يتم تعامل ربما برخص سياقة في النقاط ونتك تسبقت وقلت نابلي قريبا يعني فيها 2017 إن شاء الله مع الوزارة الداخلية هما بسكدوك هما من ناحية العملياتي هما اللي يحيي مواطن جزيني قال لك علي جدرتون رخص سياقة بالنقاط كنا يعني كنا ملع نعم شوف حنا دو كامل هذا رأيي تعو حنا دو كرخصة بالنقاط هذا رأي موجود في العالم أغلب الدول اللي من نستعملها وش هو الغارة تعو هو كإجراء بيطاغوجي كوشي يعلم الإنسان بلي رح نلحقو الدرجة وال ClinMate نحييها دي بالنقاط لكنا أولا رح نحاول مشاكل تعنيه którym خدامين كل واحد باك خدام نحيي بال ClinMate كيفش يوسك وباك ذلك الرزق والقاط جد لل anges거든 هل يقينا بقي بالسطن اللي يبقى عنده ندرنا ہدا السيستام اللي موجود في العالم هو السيليم بيطاغوجي وفي نفس وقت رضعي بيطاغوجي يعني نطرع فيه علي Nap anche هم نقاط وعسروحك. أكتبتك المخالفة لنحولك. وهم الحلول كيف تصجع النقاط. درتك وين؟ عسروحك. كيف نتبعو فيه؟ وهذه طريقة أخرى استحديدة من طرف الإدارة باش تلحك درجة نحيلك رخصة. بس كنت بكري القضاء للسلطة الوحيدة التي كانت عندها كما قولوا السلطة باش نحيلك الرخصة. إداريا نقدر نحيلك الرخصة نهائيا عن طريق استفاد النقاط. يقول لك هل سؤال آخر المواطن الجزاري؟ يقول لك هل هذا القانون سيطبق على الجميع؟ كل حائز على رخصة السياقة يكون عنده كابتال راسية عن النقاط. يطبق على الجميع. ليه عنده رخصة النقاط. عنده راسية نقاط. نعم. السيد حماني نستغل استضافتك هنا معنا في حصة قوى جورنال. لنسألك ربما لأنك حتى يدخل في إطار مهمكم. المراقبة أو راقبة التقنية إلى أين وصل المشروع؟ ربما هناك زيادات. هناك إجراءة جديدة سيتم تعامل بها معهم قريبا. نعم. قبل أن نجاوبك على هذا السؤال. نحن كما قلت نستغل هذه الفرصة. باش نقوله بليف هذا القانون نعم. تفضل. ما فيش غير رخصة بالنقاط. أولا دلنا تم إنشاء مجلس تشاوري. إن شاء الله مع مندوبية وطنية. نعم. لتكفل الوقاية والأمنع بالطرقات. ويتكون تحت وصاية الوزير الأول. لأن روما كنا بليل. لازم يكون هيئة تحت الوزير الأول. ليحدد الاستراتيجية. تعال الوقاية والأمنع بالطرقات. ومن بعد المندوبية تقوم بتنفيذ الاستراتيجية. باش كنا أكثر عندها فعالية. فيما يخص مراقبة تقنية. المرسوم اللي كان يحدد تسعيرات على المراقبة التقنية. راهو يعود لسنة 2003. من 2003 لم تمتم مراجعة الأسعار. بعد ذلك بدراسة تكاليف على هذه الأجرونس. وعلى حسب الوضع الحالي. قمنا بزيادة ما يقاب 30% من تسعيرات. وإن شاء الله ببالك سيتم ونشر هذا المرسوم قريبا. 30% تمس كل أنواع المركبات. جميع حالات المراقبة التقنية للمركبات. جميع. طوائقل. طاكسيور. نقل مسافرين. سيارات عادية. قم معنيين. سيحماني دعني أسألك سؤال بسيط وعادي. هل ربما رخص سياقة بالنقاط ستنقص أو ستقلص من حوادث المرور. خاصة وأن نشاهده في الأيام الأخيرة حوادث المرور مميتة. نعم. كما رأينا هذا النظام تبت الفعالية تاعته في الدول الأجنبية. لليلقينا بعض التقارير حول السلامة المرورية. لليلقوا تلت عوامل لتنقص حوادث المرور. لعمل الأول سي. رخصة بالنقاط والرادارات والكورونا تاكيغراف. هذا الجهاز يحدد السرعة والمسافة ووقت الراحة ووقت السياقة. بالإضافة إلى حاملة التوعوية والتحسيسية. هذين الأمور يعونوا بش ينقصوا حوادث المرور. هذا الجهاز كما نعرف بيطاقوجي. يعني الإنسان يدر في باله بلي لربما يلحق النقطة يستنفذ قائل النقاط رخصة تنحاله. وكي يدر في باله بلي يعاود رخصة من جديد يعاود يقاعد أول مدة على ستشهر. بش يرح يترشح يجوز رخصة وزيد يجوز على الفترة الاختبارية. نطوله 12 نقطة وبعد بش نطوله 24 نقطة يعاود يدر حسابة عمليه. نعم. سيحماني سؤال أخير وبعد نختم الحصة يعني الإزدحام المروري في الجزائر. ربما ما زال خاصة في العاصمة والمدر الكبرى. ما زال نشاهده بكثرة. الإزدحام المروري عنده كما قلوها مشكلة عالمية ما يشغل في الجزائر. نرى أن نوضع آليات. لأن مؤخرا تم إنشاء مؤسسة مشتركة بين جزائر وإسبانيا لتنظيم حركة المرور. بس كنا سيدروا لكارفور لفوتري كولور. لإنارات ضوئية هذه. لكي ننظموا الحركة المرور. كان عدة وسائل لإحواء هذه الإزدحام. من بينها كما قلت الهدايا. نظام الأضواء الثلاثة هذه. الأضواء الثلاثة يعني. لكارفور. نحن ندروا لفوتري كولور. نجير لازم يكون شرطي. شرطي يعاون بك. من الإنار الضوئية لازم تقوم بتنظيم هذه الحركة ونطلق المشروع في الجزائر العاصمة وبعد يشمل عدة ولايات وديروا في بانكم. بللي كان مخططات الحركة المرور. لازم موجودة في القانون. بللي لازم على السلطات يحدوا مخططات حركة المرور. ينظموا حركة المرور داخل مدن. لازم مما الإشارة المرورية. لازم إعادة نظف الإشارة المرورية. كان بعض أماكن لازم ديروا إشارة ونعونوا السائق بشي لقاء روحوا في الحركة. نعم سيد.